شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم هناك رواية عجيبة يرويها الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهج البلاغة عن مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الإمام صلوات الله عليه في هذه الكلمة يقول ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة قبل أن نتعرض إلى مفاد هذا الحديث الشريف على نحو الإجمال أتوقف عند كلمتين وردتا في هذا الحديث الكلمة الأولى هي كلمة العفة ما هو معنى العفة علماء اللغة يقولون إن معنى العفة هو كف النفس عما لا يحل أو عما لا يجمل النفس تريد أن تهجم على شيء تتوجه إلى شيء وتتخذ وضع الهجوم على ذلك الشيء إذا الإنسان كبح نفسه عن ذلك الشيء ذلك الشيء الذي لا يحل أو ذلك الشيء الذي لا يجمل يعني مو لطيف المؤمن يقوم بذلك العمل هذا الكف وهذا الكبح هو الذي يقال له العفة وبهذا المعنى يكون للعفة عرض عريض ويكون لها معنى شامل العين تريد أن تنظر إلى ما لا يحل أو إلى ما لا يجمل ربما شيء يكون حلال في حد ذاته ولكن لا يترقب من المؤمن أن يقوم بذلك الشيء إذا واحد كف نظره عن ذلك الشيء هذا الكف يقال له العفة هذه القضية مذكورة في كتب التاريخ مجمل القضية أن رجل ذهب إلى بيت صديق له في وصايا اللقمان إذا دخلت دار أحد فكف نظرك واحد لا ينظر يمين وشمال هذا دخل بيت صديقه وكانت لصديقه امرأة هذا فكر ماذا يفعل هذه المرأة تذهب تأتي البيوت القديمة كثير منها بيوت ضيق كانت هذه المشكلة اللي الآن شبابنا يبتلون بها مشكلة النظر وهذه من الامتحانات العسيرح ينظر أو لا ينظر هذا فكر أن أفضل طريقه أن يغمض عينه عندما دخل تلك الدار أغمض عينه اللي أهل الدار تصوروا أن هذا الرجل أعمى لا يرى الذين كانوا في الدار واستمر في إغماض عينه إلى أن خرج من تلك الدار طبعاً في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى لا يقول يغمض الإغماض مو مأمور عنه هذا الرجل اتخذ هذا الأسلوب في الآية الكريمة قل للمؤمنين يغض من أبصاره الغض يعني واحد يقلل من مستوى النظر لا ينظر إلى ما يحرم وإنما يحاول أن يقلل من درجة نظره ومستوى نظره هذه عفة العين هناك عفة ترتبط باليد كفها عن لمس ما يحرم هناك عفة تتعلق بالأذن ألا يستمع الإنسان إلى ما يحرم سماعه هذه الكلمة الأولى وهي كلمة العفة الكلمة الثانية دققوا في كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ممن قدر فعف العفة نوعان أحيانا واحد يتجنب القبائح لأنه لأنه لا يقدر لأنه لا يتمكن لأنه ما عنده وسيلة إلى الحرام لأنه هناك ضغوط اجتماعية عالية يعيش في جو محافظ وهذا الجو المحافظ يوجه إليه ضغوط اجتماعية هذا النوع الأول النوع الثاني عفة القدرة واحد يقدر الجو مهيئ له لا توجد هناك ضغوط اجتماعية العفة الحقيقية هي عفة القدرة لا عفة العجز عفة العجز لا يقال لها عفة ربما الفرد في بلاده بين أهله بين إخوانه بين أصدقائه لا يتمكن أن يقوم بعمل معين ولكن عندما يذهب إلى سفر هذه الضغوط تخف عندما يذهب إلى بلاد الغرب هناك تظهر حقيقة المؤمن وواقع المؤمن هل يتمكن أن يحفظ إيمانه أو ما يتمكن الحجاب في بلادنا له قيمته الكبيرة ولكن القيمة الحقيقية للحجاب إنما تظهر عندما واحد يذهب إلى بلاد الغرب أو إلى بلد لا يوجد هناك أي رقيب وأي حسيب هنا تظهر حقيقة الإيمان الإمام صلوات الله عليه يقول في هذه الكلمة ممن قدر فعف يقدر يتمكن ما هناك مانع ما هناك رادع ما هناك ضغط اجتماعي ولكن يكف نفسه عن الحرام لله سبحانه وتعالى هذه هي حقيقة العف وهذه هي حقيقة الإيمان أعود إلى هذه الكلمة الإمام صلوات الله عليه يقول ما المجاهد الشهيد في سبيل الله إحنا أعظم مقام عدن أي مقام مقام الشهداء في سبيل الله هذا أعظم مقام أو من أعظم المقامات هناك حديث يقول فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله مقام الشهادة في سبيل الله هذا أعظم مقام أو من أعظم المقامات واحد يدخل ميدان الجهاد ويضحي بنفس ما كو فوق هذه تضحي وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما في القرآن الكريم الله تعالى يذكر الشهداء في مصاف الأنبياء لاحظوا عظمة الشهيد في سبيل الله ولكن لاحظوا هذه الكلمة ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف المجاهد مو أعظم من هذا هذا الشاب الذي يعيش أجواء الإغراء وأجواء الإغواء شبابنا الذين يعيشون في الجامعات مبتلون بهذه المشكلة الجامعات المختلطة الآن ما يحتاج أن نذهب إلى الجامعات المختلطة الآن كل غرفة من غرف بيوتنا محل اختبار وامتحان الشباب الآن الشباب المؤمن يعيشون امتحان عسير حتى وهو في غرفته هذا إذا تمكن أن يحفظ نفسه وتمكن أن يتجنب الحرام هذا له مقام الشهداء في سبيل الله ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف هذا النوع من أنواع التضحي المجاهد ماذا يفعل المجاهد يتجاوز ذاته يضحي بذاته يضحي بشهواته هذا الشاب المتدين الذي يعيش في غرفة مغلقة وحده وما كهنالك أي رقيب هذا الشاب الذي يذهب إلى بلاد الغرب ولا يوجد هنالك أي مانع وأي رادع هذا أيضا إذا كف نفسه هذا عمله عمل الشهيد هذا نوع من تجاوز الذات نوع من التضحي هذا هو مقام المؤمن الذي يكف نفسه عند الله لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة هذا الشاب المؤمن المتدين هذا يكاد أن يكون ملكا الإمام في هذه الجملة يقول يكاد أن يكون ملكا عندنا رواية أخرى أن هذا الشاب المؤمن المتدين الذي يتمكن أن يتحكم في شهواته هذا فوق الملائكة فوق مستوى الملائكة أعظم الدرجة من الملائكة هذا هو مقام التقوى عند الله سبحانه وتعالى أذكر لكم كلمة أخرى وهذه الكلمة أن العف مضافا إلى مقامها عند الله وأجرها عند الله لها آثار وضعية في هذه الدنيا نقرأ في القرآن الكريم قضية يوسف يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كيف وصل إلى ذلك المقام الشامخ إنما وصل بذلك المقام بعفته أو كانت من عواملها المهم هذه مو قضية يوسف فقط عند نا كثير من الأفراد الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الأبواب أبواب الرحمة أبواب المغفرة أبواب المعرفة أنا رأيت أحد الأشخاص قبل حوالي خمس سنوات الله سبحانه وتعالى أفاض علي من المعارف والعلوم ما لا يعرفها غيره كانت عنده بعض العلوم النادر غير المألوف فسألته كيف وصلت إلى هذه الدرجة كيف فتح الله سبحانه وتعالى عليك نوافذ الغيب فذكر قضية الآن لا أريد أن أنقلها في هذا المقام ولكن قال عندما كنت شابا ولم أكن متزوجا تعرضت لموقف إغراء ولم يكن هنالك أي مانع وأي رادع فكففت نفسي عن ذلك لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مؤهوا من ناظر عادي إحنا إذا طفل ينظر إلينا ربما نخجل من ارتكاب الحرام فكيف والله سبحانه وتعالى هو الناظر وهو المحيط وهو المطلع الإمام الحج هو الناظر هو المحيط هو المطلع قال لله سبحانه وتعالى كففت نفسي بعد تلك القضية الله سبحانه وتعالى أفاض علي هذه العلوم والمعارض وقضية ابن سيرين التاريخية معروفة حينما تعرض لذلك الموقف وكف نفسه لله هذه الأشياء لها آثار وضعية هذه الأشياء تخلق في قلب المؤمن نورا الإنسان الذي يكف نفسه لله الله تعالى يجعل في قلبه نور وفي الأحاديث عبر عن ذلك بتعبير آخر وهو أنه يجد طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان بينما الإنسان الذي ينجر يشعر في قلبه بظلم ظلم في القهر هذه الأشياء لها أثر في الظرية أكو هناك عوائل تجدون أن هذه العوائل متدينة جيلا بعد جيل موفقة جيلا بعد جيل هذه الأشياء ربما تعود إلى موقف واحد أحد الأفراد الموفقين جاء عند العام حفظه الله قبل عام تقريبا العام حفظه الله سأله ما هو سر هذا التوفيق نحن عندنا بالمجتمع أفراد موفقين وعدنا أفراد بالمجتمع ما عندهم توفيق قال له العام ما هو سر هذا التوفيق في حياتك أنا أعتقد العام حفظه الله قال له هذا التوفيق إما لدعاء أبيك أو أمك أو واحد من آباءك وأجدادك دعاء الآباء للأبناء جدا مؤثر دعاء الأمهات مؤثر أو لموقف في شبابك واحد منهم موقف مؤثر فذلك الرجل كنا في مجمع لم يتكلم بشيء ثم بعد ذلك عندما خرج الجمع قال في الواقع إذا أنا موفق في حياتي كما تقولون سره موقف واحد في أيام الشباب ثم ذكر ذلك الموقف هذه المواقف مواقف الكف واحد يضحي يضحي بشهوة الشهوة بما لها من المعنى الوسيع يعني قد يكون واحد أمامه تجارة يربح فيها الملايين ولكنه لله يترك هذا الربح لأن هذا الربح مشبوح هذا الموقف الواحد يمكن يسبب البركة في حياة الإنسان في جيل الإنسان في أولاد الإنسان في أعقابه نسلا بعد ناس هذه الأشياء لها آثار وضعية في هذه الدنيا ولها آثار أخروية عظيمة في الآخرة ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف لَكَادَ لَكَادَ وضعية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل العباد ما هي أفضل العبادة؟ هل هي قراءة القرآن؟ كلا هل هي الزيارة؟ هل هي صلاة الليل؟ كلا هذه من العبادات الرفيعة ولكن أفضل منها جميعاً أفضل العبادة العفاف العفاف عما حرم الله سبحانه وتعالى هذه القضية وإن كانت عسيرة ولكنها ممكنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر